تغيير التوجه الاقتصادي للبلاد المبني حالياً على الريع النفطي نحو اقتصاد منتج وخلاق للطروة رؤية جديدة تطرحها الحكومة الجزائرية لتجاوز يزمة تراجع مداخل النفط وتنتظر من الخبراء الحاضرين في هذا اللقاء المنظم من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تقدم مقترحات نجعة لتجسدها على أرض الواقع نقتنم هذه الفرصة التاريخية لكي نغير ونوجه الاقتصاد ما كنا نحلم به ألا هو اقتصاد وطني حقيقي مبني على العمل ومبني على خلق الثروة ما هوش مبني إلا على ما يسمى بلارونت بيتروليار وتطبيق لهذه السياسة للتغيير التوجه الاقتصاد الوطني لاحظنا ولاحظتم إن شاء الله في دراستكم أن في عدة جوانب اقتصادية الأمور بدأت تتحسن وترجع إلى مجرها الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجية الإعلام والاتصال قطاعات رائدة طرفها الحكومة بدلا عن المحروقات ولا يمكن حسب الوزير الأول إلى الاعتماد على المقاول الجزائري والمؤسسة الوطنية للنهوض بها شكل الترجل الوطنين للنهوض بمجارهاد وليسaa دارفيين أو معجرد خطاب نحن نüreهم على المؤسسات والمقاول الجزائري ن Ung Ut Tarحن، notre choix de développement c'est l'entreprise nationale ونحن نفعل كل شيء لإنخلاط الناسية التي تقوم باستخدام الوصول التي هي الوحيدة أمام كريلا كراسونس الرؤية الجديدة للحكومة لا يمكن ترسدها إلا بانخراط واسع لكل المواطنين من خلال التكيف مع الواقع الجديد يجب قبل القوانين والإجراءات إحداث ثورة حقيقية في العقليات والدهنيات هذه هي حقيقة الأمر الأمر لا يوجد اقتصادي أو مالي لا يوجد قضية ميزانية ولكن قضية وقضية همة جدا لتمس كل مجتمع الجزائري ألا هو تغيير الدهنيات والعقليات ولابد أن الإدارة ليست متاهة مرهقة بل هيكل استقبال ومرافقة اللقاء المرتقب منه أن يقدم اقتراحات متخصصين في المجال الاقتصادي خطوة أخرى في مسار عمل الحكومة لتدارك الضائق المالية التي تمر بها البلاد جراء تراجع سعار البترول في السوق الدولية ترجمة نانسي قنقر